اشتركوا في القناة في نظم القلب تسمى حالة سرعة معدل ضربات القلب غير الطبيعية اضطراب النظم التسرعي في حالة الكي الموجه القلبي يتم تحديد وتدمير النسيج القلبي التالف الذي يسبب عدم انتظام نبضات القلب التخلص من هذه المنطقة التي تتسبب بعدم انتظام ضربات القلب يهدف إلى منع حدوث عدم انتظام ضربات القلب في المستقبل يعالج الكي الموجه القلبي عددا من انماط عدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الاذيني وهي حالة تتشنج فيها الجدران الاذينية كما يعالج الرفرفة الاذينية والتي تعد نوعا آخر من معدل ضربات القلب السريع الذي ينشأ في الاذينين يستخدم الكي الموجه لعلاج تسارع القلب البطيني وهو تسارع في ضربات القلب ينشأ في البطينين كما يعالج الكي الموجه عدم انتظام دقات القلب الناجم عن المسارات الإضافية والمسارات الإضافية هي اتصال بين الاذين والبطين ينبغي ان لا يكون موجودا ما يحدث ان الاشارة الكهربائية تخرج عن مسارها بدلا من المرور خلال عقدة A-V مما يحفز البطينين للعمل في وقت مبكر جدا يستخدم الكي الموجه ايضا في علاج ما يسمى تسارع القلب بسبب اعادة الدخول بالعقدة الاذينية البطينية وهي حالة يشار اليها اختصارا بـ A-V-N-R-T وهي حالة ضربات قلب سريعة ناجمة عن دائرة غير طبيعية في مسار النشاط الكهربائي الذي يحدث في عقدة A-V لذلك حين يصاب شخص بالطراب نظم القلب يلجأ لأخصائي القلب الذي يصف له عادة أدوية تعالج هذا الاضطراب في نظم القلب إلا أنه في بعض الأحيان ورغم تناول الأدوية يستمر هذا الاضطراب في نظم القلب لذلك إذا لم تعمل الأدوية من المحتمل أن يلجأ الأخصائي لما يسمى بالعلاج بالصدمة الكهربائية أو ضبط نظم القلب والذي يتم فيه صدم القلب فعليا بهدف إحداث صدمة تخرج القلب من النظم المضطرب إلى النظم أو معدل ضربات القلب الطبيعي لا يعمل ضبط نظم القلب أحيانا حيث لا يصبح نظم الشخص منتظما أو أنه يعود إلى النظم الطبيعي ثم يعود إلى الطراب النظم لذلك عند استمرار الطراب نظم القلب بعد تناول الأدوية والخضوع لضبط نظم القلب فمن المحتمل تجربة الكي الموجه في الكي الموجه يتم التخلص من النسيج القلبي التالف يبدو الأمر كأنه تدخل جراحي كبير لكن عمليات الكي الموجه لا تعد تدخلا جراحيا كبيرا بمعنى أنه لا حاجة لشق صدر المريض وشق القلب يستطيع أخصائي القلب الوصول إلى المنطقة التي يريدها عبر بعض الأوعية الدموية وغالبا ما يكون وعاءا دمويا في الفخ حتى يصل إلى القلب ويمكن أن يستخدم وريدا أو شريانا بمجرد الوصول إلى القلب يستخدم الأخصائي أدوات خاصة لتحديد منطقة الخلل ثم يستخدم الأداء لإطلاف تلك المنطقة ويحدث ذلك عادة عن طريق الحرق وأحيانا عن طريق التجميد عملية إطلاف النسيج تؤدي إلى تشكيل النسيج الندبي كي الذي لا يوصل الإشارة الكهربائية لذلك فإن التخلص من النسيج الموجود بمنطقة الخلل وحولها يمنع الإشارة الكهربائية غير الطبيعية من مغادرة هذه المنطقة تنشأ بعض أنواع الطراب النظم التسرعي بسبب النقاط البؤرية وهي مناطق متهيجة تطلق إشارات بشكل زائد ومن الأمثل على ذلك تسارع القلب البطيني سأختصره هنا بVTAC تطلق منطقة النسيج المتهيج هذه إشارات بشكل مفرط إلى بقية أجزاء القلب ما يسبب تسارع القلب عندئذ يتدخل أخصائي القلب لإطلاف منطقة الخلل هذه وتكوين النسيج النجبي الذي يمنع الإشارة من مغادرة منطقة الخلل يحرص أطباء القلب على البقاء بعيداً من البناء الهامة في عملية التوصيل مثل عقدة SA وعقدة AV عند إجراء هذه العملية من الممكن أن ينشأ الطراب النظم التسارعي عن دوائر إعادة الدخول وهي حلقات غير طبيعية للنشاط الكهربائي تدور وتدور مسببة معدل ضربات قلب سريع في هذه الحالات يحدد طبيب القلب منطقة تسمى بالبرزخ الحرج وهي نقطة تمر بها كافة الأطوال الموجية في مسار النشاط الكهربائي للحلقة غير الطبيعية وبما أن كل شيء يمر بمنطقة الأنسجة هذه فإن إطلافها يوقف الحلقة ثم يوقف تسرع القلب نقطة البرزخ الحرج دائماً ما تكون المنطقة الأضيق من النسيج والتي يعد كيها آمناً تذكروا أن طبيب القلب يبقى بعيداً عن البنى الهامة والمسؤولة عن التوصيل الكهربائي تشمل الأعراض التي يمكن أن يشعر بها الأشخاص المصابون بالطراب ضربات القلب معدل ضربات القلب السريع أو الخفقان وهو الشعور بأن القلب يدق بالشدة كيه كما يشعر البعض بالدوار ينبغي على هؤلاء الأشخاص الانتباه لهذه الأعراض والحرص على قياس نبضهم ثم الاتصال بالطبيب في حال ظهور مثل هذه الأعراض عليهم لأن الضراب ضربات القلب أمر بالغ الخطورة حيث تضعف الدورة الدموية للحد الذي قد يغيب فيه المريض عن الوعي أو قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة أخرى مثل السكتة الدماغية أو تفاقم الطراب ضربات القلب من الأمثلة على ذلك تحول تسارع القلب البطيني إلى الطراب ضربات قلب مميت يسمى بالرجفان البطيني حيث تتشنج الجدران البطينية ويتوقف الدم عن الدوران ما يؤدي إلى الوفاة هكذا تكونون قد تعرفتم على عملية الكي الموجه القلبي وغايات استخدامها